السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو حبيبي متابعين قناة معلومات وفنون النهاردة معينا فلوك جميل جدا فلوك الشواطئ الموجودة محمدينة مطروح هنشوف مع بعض فصحتنا والشواطئ اللي رحناها والاماكن زرناها الفلوك ده احنا هنخليه للشواطئ لان مطروح فيها حاجات جميلة جدا جدا وكلها تفاصيل جميلة حبيت اشاركها معيكم فالفلوك ده خليناه للشواطئ بس الشواطئ اللي احنا رحناها وفي فلوكات تانية للتمشية على الكورنيش والملاهي والقرية البدوية زي ما انتوا شايفين كده المية جميلة جدا شاطئ مطروح بتميز بالمية بتاعتها الجميلة الجميلة جدا جدا ان اول يوم نزلنا في مطروح رحنا شاطئ اسمه شاطئ مينة حشيش ميته طحفة جميلة جدا ما يبعثش كتير عن المدينة يعني احنا كنا وغدين سكن في عالم الروم قريب جدا من شارع اسكندرية الرئيسي ده شارع مشهور جدا في مطروح رحنا شاطئ مينة حشيش ميته صفية شبه صفاء السمه بالزبط المية مع السمه لونها فزيع فزيع جدا 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 فعلا حاجة بتهدي لعصاب جدا ده الطريق اللي بيقدي لشاطئ مينة حشيش على كورنش اسكندرية فترة صغيرة جدا ما خدش حاجة نحنا طبعا يوميا كنا جايين من السفر فاخترنا اقرب شاطئ وميته جميلة جدا مش برغم ان هو بحر مفتوح بس ميته مش عالية ده منظر الكورنش وحنا نرشين في طريقنا لشاطئ مينة حشيش الشاطئ جميل جدا 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 وكل مرة الخدمات بتبقى احلى من مرة اللي قبلها ياريت يا جماعة اللي عجب الفلوك بتاعنا يعمل لنا لايك 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 لان اللايك بيرفع القناة بيرفع الفيديو جدا واللي اول مرة يشوفنا ويشوف قنواتنا يشترك ويفعل زر الجرز كده حانا قلنا بعد كده يوم تاني روحنا شاطئ غزلت المروة جميل برضو جدا زي ما انت شايفين كده وفيه صخور جميلة ده شاطئ مفتوح بس هما عاملت له حواجز الاطفال بتاعتنا بتلعب وتنط وقامن جدا عليهم حاجة جميلة 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 ولون الميا الصافي طحفة واخدنا بعض الصور التسكرية حبيتها كمعها لكم وورها لكم جميلة جدا طبعا احنا خدنا صور كتير بس انا حب تنزل الصور اللي هي فيها يا اولادنا مبسوطين ازاي واخدوا مناظر جميلة اهم حاجة في الفسحة ان اولادنا بتبقوا مبسوطة بصوا الامن بنسيب اولاد في المياه لوحدهم بنقاش خايف عليهم من موجة بتحركوا براحتهم منظر المية ولونها وصفاها فضيع مية مطروح نقية جدا 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 يا جماعة اليوم كان ممتع واستمتعنا به واحلى حاجة ان احنا كل يوم نروح شاطئ مختلف صحيح الرحلة بتبقى وقتها قصير بس بنحاول نستمتع بكل ثانية فيها على قد ما نقدر الله عليك يا مطروح جميلة جميلة كان نفسي خاص بكلكم معي فولت اشارككو لحظتنا فسحتنا ونستمتع بيها مع بعض كلنا اليوم بتاع غزارة المروة ده طبعا يوم جميل جدا واخدنا من اوله اولادنا مبسطين ازاي وروحنا بقى شاطئ رمل شاطئ رمل دوت برضو من الشاطئ الجميلة جدا وفيه ألعاب كتير وفيه متعة كتير بتاع راك تستمتع فيه ده الكورنيش المؤدي لشاطئ رمل مش بعيد برضو عن قلب وسط المدينة فيه شاطئ تانية بتقام الترافة لكن شاطئ رمل دوت يعني اي حد ساكن في مطروح في المدينة في قلب المكان سهل جدا ان هو يروحه مواصلته متوفرة ما خدش وقت كتير من شارع اسكندرية ده الكورنيش المؤدي لشاطئ رمل هدوء ونقاء والتمشيه فيه بيقى تحفة بالليل وتروح بضعف استمتع بالنهار بيقى على الشواطئ بجمالها وصفاء ميتها وبالليل اماكن التنازهات كلها قريبا من بعضها كورنيش تمشي علي تحت الملاهي السينمات المسارح السرج فيه حاجات كتيره ممكن تستمتع بها في مطروح وميزيتها ان هي برضو بتبقى ريئة غير شاطئ اسكندرية وماما تقليل بلجاتنا لا تدخل بلجاتنا بتاعتنا متأخرة شوية بس احبت برضو اشارك معاكم فلجات الفوسحة بتاعتنا كورنيش فعلا فعلا جميل جدا شكرا تحفة لأقصى حتى كورنيش جميل كتاً والشاطئ بتاعه مش بعيد يعني احنا هنشوف الوقت شو احنا مشيين بالاوتوبيس الشاطئ تقريباً على الطريق او بيعتبر ممر كده او كبري كده ما بين الشاطئين بسطول مية احنا احنا مشيين بالاوتوبيس كده المية جنبنا اهي يجبك العيشة سجي بس كده مسافة عيشة واحدة بس ما بين الطريق والكورنيش حتى صغيرة خالص جيف فلوك بتاعنا بتاع الشواطئ المطروح حبيت تشاركو معاكم حبيبو تنسناش بلايك لايك 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 وتشايرو الفيديو لا احبابكو اصحابكو واللي اول مرة يشوف القناة بتاعتنا يشترك ويفعل زر الكرد عشان يصلك كل جديد مننا بحبكو كتير 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 والسلام عليك ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة